يعني نوشك أن نصله وبالفعل نحن في انتصاف شهر شعبان المبارك وعلى أعتاب ليلة النصف من شعبان التي نحن فيها نعم شهر شعبان لماذا سمي بهذا الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فربنا جل جلاله يميز ما شاء من الأزمنة والأمكنة والأحداث والأشخاص بما شاء من المزايا ومن الأزمنة الفاضلة هذا الشهر المبارك شهر شعبان والعلماء رحمهم الله دائما يقولون الأسماء لا تعلل غير أنهم يجتهدون في التماس علل لكثير منها فشهر رجب قالوا مشتق من الترجيب الذي هو التعظيم فسمي رجب رجب لأنه شهر معظم عند العرب حتى قبل الإسلام وكذلك قالوا رمضان مشتق كان يقال رجب مضر رجب مضر ويقال ره رجب الفرد ويقال رجب الحرام كذلك رمضان قيل سمي كذلك اشتقاق من الرمضاء وهي شدة الحر أو لأنه يرمض الذنوب أن يحرقها وكذلك شعبان قال الحافظ بن حجر رحمه الله سمي كذلك لتشعبهم في الغارات بعد رجب يعني هم في شهر رجب أمسكوا عن أن يغير بعضهم على بعض باعتباره شهر حراما باعتباره شهرا حراما فلما خرج رجب ودخل شعبان تشعبوا ذهبوا هناك وهناك في الغارات فسمي بهذا الاسم وفي نهاية هذه كلها استئناسات ولا يثبت منها شيء هل له فضيلة معينة على بقية الشهور؟ وطبعا فضيلة شعبان بأنه يقع بين شهرين عظيمين وهذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فهم يعظمون رجبا لكونه شهرا حراما ويعظمون رمضان لأنه سيد الشهور وشعبان وقع بين هذين الشهرين العظيمين ثم هو كالمقدمة لرمضان فالناس يتهيأون في هذا الشهر المبارك لاستقبال رمضان وكل يتهيأ بالذي يريد يعني كما قيل كل يغني على ليله فترى التجار يتهيأون ببضائعهم وانسلعهم وأصحاب اللهو يتهيأون بلهوهم أنا ما تبدأ الإعلانات والترويج لمسلسلاتها وانسلاتها وتوراق رمضانية وإن كان الحمد لله في هذا العام شغلوا بهذا الوباء ونسأل الله أن يرفعه عنه وعن المسلمين وكذلك تجد أهل الطاعة يتهيأون لرمضان بإنارة مساجدهم وتهيئة أجهزتها وإعداد إفطار الصائمين وتجد أيضا المتنسكة وهم الفائزون حقا برمضان يخططون لأنفسهم كم ركعة بالليل سيصلون وكم ختمة للقرآن سيختمون وكم مسكينا سيطعمون وكم من المال سيتصدقون يتهيأون بهذه العبادات التي يسوق في رمضان ترجمة نانسي قنقر